هناك ضغوط دولية أممية باتجاه أنه يصير أدنى مجلس الاتحاد تدري هاي كلمة تستمرارية تنبهنا على شغلة مهمة نحن في أوقات معينة البرلمان حالي وحكومة بعد إمام الشكلة ويعني رئاسة وزاراء تبقى لفترة طويلة تصريف أعمال وتصدر قرارات يجي رئيس وزراء جديد يعدل بهذه القرارات لأنه ضمن حكومة تصريف الأعمال لو كان أدنى مجلس الاتحاد وفترته أطول طبعا يحقق نوع من نوع التوازن والرقابة على سلطة التنفيذية في هذه الفترة لكن ما أعتقد أنه الفاعل الدولي إلى دور أساسي في مسألة تعجيل في قانون الاتحاد لا أكو هاجس أو حاجة داخلية منها ضمان تمثيل بعض الفئات خصوصا وإحنا الحكومة في منهاجها الوزاري لم تبين لنا الوجهة التي ترغب في الذهاب إليها بتشكيل هذا المجلس الآن أريد أسوي نوع من أنواع المساواة بين المجلسين لو لا أنطي نوع من أنواع العلوية لأحد المجلسين على حساب المجلس الآخر النص الدستوري يقول مجلس النواب يشكل يحدد الأعضاء يحدد المدد يحدد الاختصاصات فمجلس النواب حيسوي نوع من أنواع الاقتطاع من صلاحياته لحساب هذا المجلس الاقتطاع الأساسي حيكون في الجانب التشريحي هذا الجانب التشريحي عندما يتكون عندي مجلس الاتحاد حيصير عندي نوع من أنواع التوازن مجلس النواب في بعض الأحيان يصير عنده اندفاع بتشريح قانون معين المحبط لهذا الاندفاع سيكون المجلس الأعلى الموقف لهذا الاندفاع أو إعادة فلترة هذا الاندفاع ستكون لمصلحة المجلس الأعلى مجلس الأعلى بمعنى المجلس الاتحاد المجلس الاتحاد سأسمي أعلى باعتبارهم يسمون الغرفة الأعلى أو الغرفة الثانية هذه الغرفة الثانية ستكون نوع من أنواع الموازنة بينها وبين المجلس على اعتبار نوعية الأعضاء بها تختلف شكرا